اشتركوا في القناة وشخصية مدنية وعسكرية كما حضر هذا اللقاء مهني القطاع السياحي والمستثمرون وقد عرفت دارس مجموعة من النقاط همت واقع السياحة والآفاق المستقبلية المنشودة تفاصيل أوفار فخة غالي الكرحي ومحمد يداز وضعية قطاع السياحة بجهة وادي الذهب لغويرا ضمن مخطط رؤية 2020 والمكان المتقدم للجهة ضمن هذا المخطط من بين أهم النقاط التي ميزت اللقاء التواصلية وزير السياحة سيد الحسن حداد خلال كلمته أشاد بالإمكانات الهائلة للجهة كما ذكر بالمجهودات التي تبذلها الوزارة للرقي بالمنتوج السياحي بالجنوب الأطلسي الكبير كما تناول مجموعة من المشاريع التي من شأنها إعطاء دفع قوية للقطاع السياحي على مستوى جهة وادي الذهب لغويرا الجهة تميز بتقسيم معتدل مناخ مهم جدا وتسويق هذا اللقاء ما بين البحر وما بين الصحراء في إطار ما هو استجمامي لبالنياغ أساسي بالنسبة لهذه أو سنسويقه ونحن في إطار تسويق ديال هذا المثال الزخم الثقافي الموجود للثقافة الحسانية الصحراوية المغربية اللي كذلك أساسي جدا ولا بد أننا نوجد منتوج في هذا الإطار هذا لهذا نفكر في المنتجع الصحراوي اللي هو غيكون منتجع في نفس الوقت فيه يعني مسائل للإستجمام والراحة إلى غير ذلك ولكن يعطي يعني بعدا أساسيا وتثمينيا بالنسبة للثقافة الصحراوية كمنتخابي وكالساكنة محليا نطلبوا المزيد خاصة منشاء منطقة سياحية تكون الوسط المدينة على قرار المنطقة منشاء الآن في شمال المدينة هذا إنما يدل على أن الجهة في حاجة ماسة إلى استثمارات مهمة اللقاء عرف تقديم عرض ضم مجموعة من المعطيات حول البنية التحتية السياحية بالجهة والآفاق المستقبلية بالإضافة إلى إبراز أهمية غنى المورث الثقافي ودوره في تطوير أنواع جديدة من السياحة كما تميز اللقاء بمداخلات للمنتخبين والمهنيين تمحورت حول بعض التحديات التي تواجه القطاع عموما والبقاولات السياحية على وجه الخصوص وأهمية تدابير اللازمة لتدليل العقبات وتجاوز التحديات هناك مجموعة من التحديات تواجه تلمية السياحة لأن الحديث عن التلمية السياحية هو الحديث عن التلمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار هذا اللقاء التواصلي مع سيد وزير السياحة اللي كان لقاء إيجابي حاولنا من خلاله التركيز على ضرورة الانسباب نحو التنمية المستدامة السياحة المستدامة، السياحة المسؤولة وضرورة كذلك الانفتاح على أهم الإكرهات لتواجه المشاريع السابقة نقشنا مجموعة من النقاط الاستراتيجية لنهض بالقطاع السياحي في جهة وادي ذهب القويرا وتكلمنا عن العديد من العراقي اللي تواجهنا نحن كمقاولات متوسطة مختصة في القطاع من بين هذه المشاكل اللي تكلمنا عنها من مشكلة النقل الجوي جهة وادي ذهب القويرا جهة غنية بإمكانياتها الطبيعية المتنوعة وطراء ثقافي هائل يجعل من هذه البيئة فضاء خصبا لقيام قطاع سياحي متطور ويمثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة في شان التنموي عقضت اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية بطرفاية اجتماعا لها خصصة للمسادقة على المشاريع المقدمة في إطار البرنامج الأفقي وفي المتابعة عيد سرتي وصالح الرجي الاجتماع خصص للمناقشة والمسادقة على المشاريع المقترحة من طرف حاملية المشاريع على مستوى الإقليم حيث تم انتقاء 38 مشروعا من ضمن 84 مشروعا مقدمة في إطار البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مشاريع ستستفيد من دعم مالي يفوق المليون درهم لأنه كان واحد عمل مسبق مر من ثلاث مراحل كبرى هي من استكمال المشاريع على مستوى القسم العمل الاجتماعي من النقطة الثانية على أنه تم اجتماع لجلة الأشتر مدرم الدخل وكان عندها واحد عمل جبار وتدقيق في الملفات وكذا إلى آخر المرحلة آخر مرحلة كانت وهي زيارات ميدانية في إطار اجتماعات أثنائية محامل المشاريع هذه الاجتماعات حاولت مثلا تقريب الإطار من المواطن يعني كمقاربة جديدة وهذه المشاريع للأشتر مدرد دخل حازت على نصيب الأسد 40% من مجمل التمويل مخصص للبرنامج الأفقي اللي احنا فخورين به جدا كلجنة إقليمية هو أنه المشاريع أننا وصلنا واحد العدد كم لابس به كبير يعني ما كنا ننتظره مقارنة كما قلت بالغلاف المالي طبعا هذه البادرة تستحق التنويه لأنه التوجيه دي السيد العامل كرئيس للجنة الإقليمية واللجنة الإقليمية كاملة في حد ذاتها وأخص بالذكر القسم الاجتماعي المبادرة الأولى فريدة من نوعها على أنه تنقل من المركزية وهبط إلى عند الجماعات كل جماعة لاحيدا للالتقاء بالجمعيات المجتمع المدني والالتقاء المشاريع في المكان هذا طبعا سهل واحد النوع من التعامل الجديد اللي اعطانا هذا الكيم الكبير جدا من مشاريع اللي فعلا أنها تستحق على أنها تساهم فيها المبادرة مشاريع تتماشى مع فلسفة ومضامين برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وهي تأتي للإسهام في خلق أنشطة مديرة للدخل على صعيد الإقليم هذا وتشكل نسبة النساء من المستفيدين حوالي 60% في موضوع آخر يزخر إقليم سيديفني بثروات هما ساهمت بشكل كبير في بروز عديد المنشآت والمشاريع ذات الصلاة بالقطاعي الصيد وفي هذا الصدد يعد سوق السمك بمناء المدينة أحد أهمية المنشآت التي تحرص على تقديم خدمات مختلفة لمهني القطاع ربورتاج محمد المصطفى خية محمد مشنان وابراهيم جولي أسطول بحري متميز يزخر به من أوسد إفني بالنظر لحجم قوارب السيد التقليدي المتوفرة وكذاب واخر الصيد في عالي البحار والتي بدورها ساهمت في توفير ثروة سمكية هامة تعرض للبيع والشراء والهتي الأهمية شيد سوق السمك هذا بمناء سيديفني على مساحة تقدر ب600 متر مربع للمساهمة في تقنين وتنظيم عملية تسويق السمك في ظروف تراعي معايير الجودة العالية كان حاولوه باش نكونوا رهن المتطلبات ديالناس والتطلعات ديال الميدان وتنبدلوا لأقصر مجهود ديالنا باش نحسنوا يكون المتوجات ديالنا كيتباع بواحد طريقة اللي تكون كتستاج بالمتطلبات ديال الجودة وكان نبدلوا جميع اللي كان صهروا على باش تدوز لعملية ديال السمك في أحسن الظروف وكان استقبلوا هنا كان استقبلوا ما يسمى بالزوارق واللي كان بيعليهم دوك المنتوجات ديالهم في أحسن الظروف هم تجار السمك ينكبون بهذا السوق على عملية البيع والشراء ويطمحون عبر هذه العملية لتسويق منتوجاتهم السمكية وفق المعايير المعمول بها من لدني المكتب الوطني للصيد والتي تراعي الكيمية السمكية المتوفرة والأثمان المعروضة لكل صنف من السمك الظروف الحمد لله مزيانة وكوشي غادي مزيان الظروف اللي كدعيش داخل السمصرة الظروف حسنة يعني كتم البيع والشراء بطريقة جميلة وبنسبة الأسماك اللي كتم يعني فيها اللي توضع بشكل بشكل دات جودة عالية يعني كتم في السنديقة الفلسطيكية تزخر السواحل البحرية لقيم سيديفن بثروات سمكية هامة وأصناف متنوعة من السمك مما سهم بشكل لافت في تطور هذا القطاع وجعله رافدا من روافد التنمية بهذا الإقليم نبقى دايما بسيديفن وعلاقة بقطاع الصيد البحري وفي طر المجهودات المبذولة لتقنين القطاع فيما يخص الصيد التقليدي برزت مؤخرا بالإقليم تعاونية التضامن للصيد التقليدي والتي تصهر على تنظيم عمل البحراء العاملين في المجال عودة مع محمد مصطفى خيام، محمد مشنان، وابراهيم جولي رغبة منهم في تحسين ظروف عملهم أسس هؤلاء البحراء والعاملين بمناء سيديفن ومنذ سنة إنهاته التعاونية والتي أطلق عليها اسم تعاونية التضامن للصيد التقليدي فدعم هذا المشروع النموذجي بالإقليم من لدن منظمة الألفية الأمريكية وستر المستفيدون منه مجموعة من الأهداف تهم تثمين المنتوج البحري وتقنينه والعمل وفق رؤية هدفة تتوخرقية بأوضاع بحارة الصيد التقليدية الآن الحمد لله أن التعاونية أسست ونحن في البداية والأهداف أولا هو الاعتناء بالعنصر البشري هو الأول لأنه قاتل التنمية لأنه بدون الاعتناء بالعنصر البشري لا يمكن أن تكون تنمية ولا يمكن أن يتحقق شيئا إذن الهدف الأول هو الاعتمام بالعنصر البشري وعندما نقول الاعتناء بالعنصر البشري نقول التأطير يجب تأطير البحارة ويجب على حقوقهم وعلى واجباتهم لأن هناك حقوق وكذلك واجبات كذلك من الأهداف هو أولا الدفاع عن المهنيين في المحافلة الإقليمية والوطنية ولماء الدولية وكذلك تتمين المنتوج وكذلك الأخذ بالمهنيين إلى تتمين منتوجهم لأنه مشكل الذين يعاني منه هو مشكل تتمين لأن الحد الساعة لأنه ليس هناك تتمين المنتوج رغم المشاكل والإكرهات هناك واحد مواكبة هناك واحد عملية تحسيسية هناك مساعدتهم في كل ما هو يحتاج له يعني كنا نديروا مثلا أنشطة مشتركة هناك توجيهات مثلا فيما يخص مؤخرا يعني تمت مشاركة مع المركز ديل التكوين اللي عنا في نبو ديل تانتان المعهد ديل تكوين اللي في طانتان غير أسبوع المنصري متوحدة يعني إدرانا واحد يومي اللي هي ديل تتكوين للناس كيفاش يقوموا بتصيير ديل التعاونيات المسائل المحاسباتية المسائل الإدارية هذا كيرمي بالأساس الرافع من المستوى تسييب التعاونيات وحتى أن نرفعها من ذلك المفهوم العادي البسيط للتعاونية غير من أجل التعاونية وإنما بشكون التعاونية كمؤسسة ليفاعلين في القطاع وبش تحقق المطالب البحارة المستفيدون من هذا المشروع لتعاونية التدامن السيد التقليدي بسيلي إفنهم 102 من البحارة استفادوا من هذا المشروع الذي يضم مرافق مختلفة ترعي كلها جودة المنتوج السادة التعاونية وكلنا الطموح لتحقق مجموعة الأشياء التي تحتاج لها البحرية وخصوصاً فيما هو اقتصاد يعني أن هناك جمعية هناك نقابل لك تهتم بل عنصر بحل المشاكل التي يتعاني منها مثلاً البحار الاهتمام بما هو اجتماعي أما التعاونية فنطمحون أن ننمي مدخول البحار بمجموعة الحلول أو مجموعة دي المشاريع ومن ضمنها تستميل المنتوج إطار في الدخل في البيع الشراء ومن المرتقب أن تستفيد هذه التعاونية بسيدي إفني من مشروع الدعم بسبعة عشر محركة لمراكب الصيد التقليدي المدرجة دمن برنامج عمل برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم سيدي إفني برسم هذه السنة في شاني الحزب وتحت اشتراف المكتب الوطني لشبيبة الاتحاد الاشتراكي عقدت شبيبة الاتحادية بجهة العيون بجدرة الساقية الحمراء مؤتمرها الجهوية الثاني وذلك بحضور عدد من منخرط الحزب على مستوى الجهة سلق رحال وصالح القيم تنفيذاً لقرارات اللجنة التنفيذية الخاصة بعادة الهيكلة والتأطير بعد المؤتمر التاسع لحزب الاتحاد الاشتراكي يأتي تنظيم المؤتمر الجهوية الثانية للشبيبة الاتحادية بلعيون مؤتمر يعتبره منظمه مبادرة سانحة للشباب من أجل الخراط في العمل الحزبية بجهة العيون بجدور الساقية الحمراء عقد مؤتمر الجهوية الثانية دين الشبيبة الاتحادية في إطار ترجمة قرارات دين الجنائد الريال قررت على أساس إعادة هيكلة والبناء التنظيمين بعد المؤتمر التاسع فرصة بالنسبة لنا جديدة من خلال هذا المؤتمر كانت مبادرة من جمع هذه الشباب اللي كانت عندهم الإرادة لتحقب هذا الحزب والنجاح دياله حضوره وتحضير دياله كله كان من إنتاج وإبداع هذا الشباب اللي بغينا نرده من خلاله المصداقية والاتقال العمل الحزبي نحيي إخوتنا في هذه الجهة من هذا الوطن العزيز خاصة إخوة الشباب التحاديا الذين ينضمون مؤترهم الحالي في ظل وضعيات اقتصادية واجتماعية جد معقدة سيتدرسون كل القضايا التي تعني الشئ العام جهويا ومحليا وإقليميا كما سيتدرسون القضايا الوطنية وسيكون لهم إن شاء الله برنامج نضالي مهم في جميع القطاعات من أجل تنزيل مقرارات مؤتمر الوطني التاسع لالتحاد الشرك المؤتمر والشهوي الثاني لشبيبة الاتحادية يهدف أيضا الانفتاح على مختلف مكونات المجتمع المحلي وخاصة فيها الشباب للتأطير والتكوين في كافة الانشغالات المتعلقة بالأحزاب السياسية الوطنية ثقافيا تعيش إحدى دور السينما بطنطان وهي من أعرق الدور السينمائية على مستوى لقلم الجنوية تعيش وضعا لا تحسد عليه بعد عقود من تجميد أنشطتها وعروضها رغم فضاءتها التي تبقى المدينة في أمس الحاجة إليها لاستقبال العروض والندوات الكبرى روبرتاج حافظ محضار وعبد الرحيم حاج لا زالت معالم هذه القاعة الخاصة بالعروض السينمائية صامدة منذ إنشائها منذ مطلع ثمانينيات القرن المنصرمة بعد سنوات من الإشاعي الفني تعلقت فيه هذه المعلمة بعرض لأبرز الأعمال السينمائية التي لقد صدى واسعنا في حقبة الزمن الجميل الفني السابع ها هي اليوم تعاني رقودا كبيرا منذ تجميد أنشطتها منذ عقود بسبب عزوف رواد الضوري السينمائية في هذا المكان لا تلفزيون لا فيديو لا حتى شي حاجة كانت سينما يعني كانت قايمة بالدور ديالها وكانوا الفرق المسرحية كيجو والجنود المغربة اللي كانوا يتوجدون في الخاف كانوا يعني لقين واحد فرق الفرجة كانت متوفرة لهم وكانت هذه السينما في ذاك الوقت كانت تعتبر من أحسن سينما سينما في المغرب وما كان لاش نقدر نقول لشي واحد رأى عندنا سينما في طنطان كانت أحسن سينما في المغرب لأنها سيتفاجأ ولكن هنتم الآن كنتشوفوا هذا القاعد لأنها الآن باقي صندة باقي شدة من 1900 وتقريبا وكده وتسعين تسعين وتسعين 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 تسدت لأنها السينما ما مفقاش كانت أعطيه ولولي فيديو ولولي سيدي والآخر وإذا كانت هذه المعلمة السينمائية قد تطلعت بدورها ريادي في زمان رغبت فيه الشاشات الصغيرة وقدمت الفرجة وتاحث المشاهدة الانفتاح على ثقافة العالمة بازت اليوم شبه مكان مهجور يأمل الكثير من المتتبعين أن يعاد إليها الاعتبار مادم تمتلك من التجهيزات والإمكانيات ما يؤهلها لذلك نتأسف ضيعنا هذه المعلامة لمعلامة سينمائية التي كانت يضرب بها المثل في الأقاليم جنوب خصوصا مع قرناتها في الضاربضة وقادير الرضا ونوجه رسالة إلى المسؤولين والقيمين على هذه المدينة أولا وأن تكون لهم غيرة تكون عنهم واحد غيرة على هذه المدينة لإحياء هذه المعلامة الآن الأول رد الاعتبار لهذه المعلامة التاريخية والمعلامة الثقافية المتمثلة في سينما النهضة لأنها مرتبطة بتاريخ ثقافي وتاريخ نحن له جميعا بين المعالم الكبيرة دي المدينة طنطان هذه السينما التي افتقدنا فيها دفء المهرجانات السينمائية وعلى رأسها المهرجان الوطني للسينما بالأقالي من الجنوبية نوجه نداء الغيورين على قطاع الثقافي بالإقليم وخاصة الفن السابع من أجل إحياء أولا جمعية أو نادي للفن السابع ثم أرض الاعتبار كما قلت للسينما ما طالب إذن يأمل الكثير أن تجد طريقها إلى التنفيذ خاصة في ظل الخصاص التي تشكه المدينة على مستوى مراكز ندوات والعروض نبقى دايما في شأن الثقافي حيث نظمتها الشبكة الجمعوية لإقليم الطرفاية بدعم من عملة الإقليم وفاعلين آخرين نظمت بجماعات الدورة أمسية فنية وثقافية الأمسية تهدف تشجيع الوعي الثقافي والفني بالعالم القروي في المتابعة سالك رحال وعبدالله المحمود فقارة توعوية وتثقيفية متنوعة أثثت الأمسية الفنية بالجماعة القروية للدورة منظم الأمسية القادمون من مدينة الطرفاية اختاروا تنظيم هذه الفعاليات للإنفتاح على العالم القروي للإقليم وتشجيع الأنشطة الثقافية المحلية تكريم المواطنين من أجل تشجيع المواطنين وتشجيع الجمعيات اللي هم تدعمهم المصالح الخارجية والمصالح السلطة المعنية باش يمكنهم في هذا الإنشاط يدعموه ويزيدوا منه من أجل تقرب المواطنين ومرنا جلتاً للمواطنين حسوا عنهم وعندهم اهتمنام عندنا زيارة الأروي قادية لمنتوجات النسائية التقليدية اللي هون في الدورة كذلك كان عندنا واحدة مجموعة من لوحات الفولكلورية والسكيتشات ومسرحيات تعبيرية عن وضع المرأة الأنشطة الثقافية تندرج في إطار برنامج سنوي شامل للشبكة الجمعوية لطرفايا ويشمل عدة قرى تابعة لإقليم طرفايا خلال هذه السنة وفي الخبر الرياضي للنشرة تمكن ممثل القليم الجنوبية فريق وداد السمارة لكرة اليد من تحقيق الانتصار على حساب فريق الرجاء البيضوي برسم منافسات الدورة الثامنة من البطولة الوطنية القسم الممتاز المباراة دارت أطوارها بالقاعة المغطاة باسمارة ويطلعون على مجرياتها كل من يوسف زعواطين بارك الباز من خلال الربورتاج التالي بثلاث انتصارات وأربع هزائم آخرها أمام الكوكب الملاكوشي يحل الرجاء البيضوي بالحاضرة العلمية لمقارعة الوداد على أرضه وبين أنصاره أصحاب الدار مباشرة بعد صافرة البداية بادروا بإلقاء تحية الضياف لكن بكرم حاتمي استمالت معه سطوة الأبيض على أنفاس الفصل الأول من اللقاء قبل أن ينتهي بفارق ثمانية أهداف حوار الوداد والرجاء احتدم خلال ثاني المشاهد مرتدات هجومية أفلح في استثمارها الزوار بقيادة الكونغولي مايالا ماتولي في مسعى لتذويب فارق الأهداف الذي بلغ في فترات متباعدة من عمر الجولة الثانية عشرة أهداف استماتت المحليين بمهاراتهم الفردية والجماعية عمقت من جراح الزوار قبل أن يستقر عداد النقاط في نهاية اللقاء على نتيجة 32 مقابل 24 لصالح الوداد موقعة القاعة المغطات أول مباراة متابعها عن كثب المدرب الجديد لفريق الوداد التونسي محمد المسعودي مقابلة صعبة تكوني كيليبري مع فريق قوي مردود طيب إن شاء الله نحصنه بإذن الله إن شاء الله نحصنه يكون أحسن من هكا المردود شوية نظام في اللعب وبإذن الله تكون ظروف ظروف المقابلة الجاية تكون أحسن من هكا على المستوات معناها مستوى اللعب على مستوى على مستوى الهجوم مستوى الدفاع على مستوى حراسة المرم ثم هفوات إن شاء الله نصلحوها نتفاديوها في المقابلات الجاية كان علينا وحد الضغط وكانت رحلة متعبة للغاية اللعبين مدخلوش لمقابلة وكان عليهم وحد الضغط لأنه كان عندنا في البونتوش كما كانش عندنا للمش نبدلوا الفريق أو ذلك شيء ما كانش وحسوا بواحد العياء من في المقابلة وفي المقابلة في دوزين متاع حاولوا يرجعوا شوي ولكن كانت نرفزة بعد اللعبين وإصابة ما يلاو وكانوا مصاب كان هني في كل مكونات الفريق للمكتب مستوى اللعب للجموة والغافي الكبير اللي حضر والحمد لله اليوم حضر المدرب التونسي المحمد المسعودي المدرب السابق لنادي الإفريقي ومنحد الكفاءة على المستوى والقارة الحمد لله جبناحنا في إطار مشروع مشروع دي الأربعة أشهر أولا الوقوف على الفريق الأول لأن الحمد لله عنده إمكانية الفريق الأول إمكانية كبيرة النقطة الثانية وهو غادي هيكلنا مشروع دي المدرسة دي الفئة الصغرى والنقطة الثالثة اللي درنا معها في الاتفاقية وهو غادي يكوننا الأطر المشرفة على الشبان والفتيان والمدرسة دي الكورة اليد لأن الرهالي صباح الآن متعلقين به وهو البحث على الألقاب ومن شاء الله السنتين لما لا شاء لكم 70% من كونات فريق كلهم منحدرين من إقريم السمارة كتيبة الوداد تواصل عزف سنفونية الانتصارات تلو الأخرى قبل أن تشد الغحال نهاية الأسبوع الجاري إلى القلعة الحمراء لمواجهة أعطى المدارس الوطنية في كرة اليد وبطل المغرب الموسم الماضي مولودية مولاكوش رياضيا دائما وبقعة المغطاة بيتات التي احتضنت فعاليات البطولة الجهوية للكاراتي والأساليب المشتركة وذلك بمشاركة مختلف الجمعيات التي تعنى بهذا الصنف الرياضي بالجهة التظاهر نظمت من طرف جمعية الأولمبي الرياضي للكاراتي بيطاطا بتنسيق مع عصبة جهة جليميم السمارة وتحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للكاراتي والأساليب المشتركة في المتابعة علي الكبش وخلت ريكسي اختلفوا في الانتماء إلى مدن صمارة طنطان جليميمة سزاك وطاطا إلا أنهم توحدوا في عشق هذا الفن النبيل متجاوزا عددهم 130 مشاركنا على البساطة الأزرق الأحمر حيث كانت العروض للسعراضية كما كانت تنافس بين جل المشاركين لاعتلاء منصة تتويج حبر ثلاث فئات ومن الجنسين معنا فتيانا شبانا وكبرا يحدهم الأمل في ضمان ورقة العبور إلى الاستحقاق الوطني القادم وتأكيد حضور الجهة ضمن فعاليته مباريات التباري حملت في جعبتها الندية تفاعل مع بعضها الجمهور الحاضر مؤثثا جنبات هذا الصرح رياضي بطاطا الحمد لله كانت هذه المباراة هذه المقابلة جيدة والحمد لله كان جو رائع أول مرة تنظمه في مدينة الطاطا وجميع المشاركين كانوا فرحانين ونتمنى الله التوفيق كامل كانت هذه المقابلة اللي داروا الطاطا كانت رائعة خاصة عشفة الإيتيمام وكانت رائع كامل في مستوى وان شاء الله نتمنى أننا نجيبو لحقو ألقاب ان شاء الله أكثر من هذه وان شاء الله نقبل بطولة المغرم ان شاء الله اللي كنا في أقادي أنا فرحان بأنني جيت شرفت التداورة والمهم جيت أنا اللي أقول في السيف في جيان وكان هدي هذا الفوز المدرب ديالي البطولة الجهوية تأتي تمشيا مع جندة الجامعة الوصية على اللعبة بعد سلسلة من التداريب التكوينية الهدفة إلى إحاطة ممارسيها بشتى القواعد والضوابط الأخلاقية والقانونية منظمة لها وفي ختامها تم تتويج الفائزين خلال المسابقات المبرمجة بغية تحفيزهم على مواصلة التألق في النهائيات الوطنية القادمة حتى يكون حضور الجهة حضورا وازنا في هذا الفن النبيل ولان وصلنا إلى الفقرة خاصة بقرأة في الصحف الوطنية صدر يوم غدين الاثنين في تقرير لسلق رحال نستهل قرأتنا بجديد الصحف صدر يوم غدين الاثنين من يومية أخبار اليوم المغربية التي كتبت في صفحته الأولى بعد أن طالب ثلاثة مقاررين للأمم المتحدة يوم أمس بجنيف بمباشرة تحقيقات موسعة في حدث مقتل اثنين من اللاجئين الصحراويين برصاص الجيش الجزائري على الحدود بين الجزائر وموليتانيا في يناير الماضي أصر مصدر ديبلومانسي المطالع بأن كريستوفر هينز المقرر الخاص المعني بحالات الاعدام خارج القضاء سيكلف فريقا بالتوجه إلى تندوف من أجل فتح تحقيق لتحديد ما إذا كانت الجزائر قد انتهكت المعاهدات الدولية في هذه القضية وكشفت أخبار اليوم المغربية بأن هذا يأتي بعد أن انتهمت أسرة الضحيتين الدولة الجزائرية مباشرة بالقتل العمد مصرحة بجنيفة نحن نعلم أنهما قتل عمدا ولو كان الهدف إيقاف شحنة فقط لا أطلق النار على عجلة السيارات وقامت أسرة الضحيتين وأمس بتسليم من فوض السامير الأمم المتحدة الحق الإنسان ملفا بما طالبها بالتحقيق كما وضعت تقريرا لدى المقرر الخاص المعني بالتعذيب أما يومية الأحداث المغربية فتطلعنا في عددها الصادر يوم غدر الاثنين بأن الجزائر أنفقت 700 مليون دولار في سنتين للاعتداء على المغرب ديبلوماسيا وفجر هذه الفضيحة عمر هلالة سفير المملكة الدائم في الأمم المتحدة وذكرت الأحداث المغربية بأن الدبلوماسية المغربية كشف هذا في إطار حق الرد بعد مداخلة للسفير الجزائري خصصها حصرا للوضع بالصحراء على أن التراب المغربية لا يتجزاء كما هو الشام بالنسبة للشعب المغربية في مواجهة الشدة والاعتداء الدبلوماسي الجزائرية الذي تتم تغذيته بأكثر من 700 مليون دولار في السنتين الأخيرتين أما صحيفة النهار المغربية فكتبت في آخر مستجداتها الإخبارية كشف صحفي جزائري زار مخيم اللاجئين بيتيندوف مع وفد جزائري في الأسبوع الماضي أن انتفاضة قام بها لاجئون صحراويون طالبوا بالعودة إلى بلادهم والتخلص من قبضة ميليشيات البوليساريو كادت تتحول إلى مأساة وجاء في موقع تامورت القبيلي أن اللاجئين الصحراويين الذين يوجدون كرهائل للنظام الجزائري في تيندوف منذ عقود يعيشون في ظروف غير إنسانية في قلب الصحراء وقد تم تنظيم عدة حركات احتجاجية من طرف اللاجئين ذات البوليساريو والنظام الجزائري الذي يكفله لكنها تعرضت للقام الشديد في سرية تامة انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم سيد الشيخة المعروف بأب الشيخ والمحمد مولود والبريكة والبعلي عن سنة تنهز خمسة وخمسين سنة الفقيد ينتمي لقبيلة رقابات القاسم براهيم وانتقل إلى عفو الله تعالى المرحومة فاطمة تومت محمد تهلم للكرش المساوي عن سن تنهز سبعة وسبعين سنة الفقيدات تنتمي لقبيلة الرقيبات تغمض الله الفقيدين بواسع رحمة واسكنهم وفسيح جنات وألهم ذويهما صبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون ونختم النشرة بورقة حوال التقس المرتقبة ليوم غدين حيث سنلاحظ تشكل صحب منخفضة وكتل ضبابية بالقرب من السواحل فيما ستظل التقس مستقراً مع سماء صافية إلى قليلة السحب فيما يخص درجات الحرارة ستتراوح الدنيا ما بين 12 درجة بيكليمين و 17 درجة بأسا القويرة وطاطا بينما ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 33 درجة بأسا و 20 درجة بالدخل حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون البحر هيجان إلى قوي الهيجان ما بين المحمدية والجديدة وقوي الهيجان ما بين الجديدة والطرفاية شرق الشمس بالعيون سيكون بحول إلى على الساعة 6 صباحاً و 57 دقيقة وغرب على الساعة 7 مساءاً ودقيقتين درجات الحرارة ببعض المناطق المجاورة ستصل إلى 20 درجة برباط 35 درجة بنواكشوت 38 درجة بباماكو 33 درجة بنواذيبو 32 درجة بزورات 35 درجة بأطار 34 درجة برابوني وتودني و 33 درجة بتندوف نهاية هذه النشرة ونذكركم في نهايتها أنه يمكن لمن فاتت متابعة نشرة الأخبار للأيام الثلاثة الماضية متابعة على بوقعين على الأنترنت snr.ma ويمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون إذا عتي العيون والدخل الجهويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي لاستشاري لشؤوني صحراوية كوخاس فانقم ويمكنكم أيضا متابعة نشرة الأخبار وجديد البرامج عبر الآيكون وهواتف الأندرويد وذلك بتحميل تطبيق المجاني لقناة العيون من أبل ستور وغدا على السهر بعوان ربع تتقون معي عادة لهذه النشرة على القناة المغربية شكرا لكم على حسن المتابعة وفي أمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر